انا كمواطن هو انا مش ضد تأجيل الخمس سنين ده انا سعيد بيه علشان الناس تعرف تلاقي حلول اما انها بالتفاوض مع المالك او انها تجد مكان بديل يكون ايصر ليهم في الوضع المالي الاخير انا اصبحت مشكلتي دلوقتي في الرجل اللي هيجي يقول لي شمعنا انا لا هقول له انت خرجت في الظروف الطبيعية لكن اللي موجود زروف استثناء الحكومة بتتدخل لظرف استثناء متعلق بتدعيات كورونا ده مجرد دعم ليه المستأجر اللي عنده مشكلة علشان يدبر اموره ما يستناش خمس سنين لا ده يستنى لحد مظروفه تسمح كمان مع صدور القانون الحالي من المجلس النواب بعد اعتماده من الرئيسه واصداره في الجريد الرسمية هذا لا يمنع ان المستأجر يلجأ للمحكم يلجأ علشان ايه بقى على اساس هيطلب ايه من المحكمة هيطلب اخلاء العقار بناء على حكم المحكمة الدسترية ده المالك مش المستأجر المالك 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 من حقه يلجأ للمحكمة ويطلب الاخلاء ويطلب الاخلاء اخلاء فوري اخلاء فوري طبعا يجي علي مرضو كده استنادا لحكم المحكمة الدسترية العلي ما هو لما حكم المحكمة الدسترية العلي يبقى مجرد صدور تشريع تم لن يستطيع القاضي الاستناد الى حكم المحكمة الدسترية في وجود نص هو كان بيطبق الحكم في حالة عدم وجود نص النهاردة أما وإنه هيصدر نص هيطبقه لحين الفصل في دستوريته فإن كان هذا النص الجديد اللي بيستند إلى الظروف الاستثنائية إن كان دستوريا أو غير دستوريا هو يمكن في أول جلسة مع أول قضية أحد المحامين يطعم بدستوريته وتذهب القضية قدام المحكمة الدستورية طبعا أنا عارف أنه ممكن الخمس سنين ينتهوا قبل الدستورية ما تتم بس اللي أنا عايز أكده لحضرتك أن القانون ده حل مشكلة كبيرة جدا مش بس متعلقة بالتأجيل هي متعلقة إن الدولة حلت منازعة كبيرة جدا لأن المالك كان من الممكن أن يقعد الخمس سنين في منازعات قضائية المحاكم لما بيطبق حكم المحكمة الدستورية عندها مشكلة هل هو اختصاص محكمة كلية ولا اختصاص محكمة جزئية ولا اختصاص محكمة قضاء إداري طيب لما قالت هنطبق القانون المدني هل لما بيطبق القانون المدني لو العقد قال إن العقد نفسه مدته تلات سنين وأنا النهاردة بعنزره بقوله الإخلاء هل لما رجعته القانون المدني وكان العقد الإجاري القديم مدته الاتفاقية قبل المتداد القانوني تلات سنين هيستنى كمان تلات سنين لحد انتهاء العقد عشان يعمل له انذار ولا لا آلاف من الأسئلة والتفاصيل اللي كانت المحاكم بتاخد فيها اعتبارات واتجاهات متفوتة وكان الناس ممكن تقدل خمس سنين في مشاكل علشان كده المشرع سيادة النائب يعني أنا بشكر حضرتك وبشكر المجلس على مدى مهمة جدا نحن مش واخدين بالنا منها اختصاص القضاء المستعجل قضاء المستعجل طبعا بمجرد انتهاء الخمس سنين الملك بدل ما كان هيقعد سنتين وثلاتة واربعة وخمسة في مشاكل القضاء المستعجل يوم آخر يوم بيتحول يده من يد مستعجل إلى يد غاصب يذهب إلى حكامة القضاء المستعجل وفي جالسة واحدة يخرج صحيح فالمسألة بتبقى يعني اليام أسابيع بالكتير صحيح فورا طيب